بسم الله الرحمن الرحيم اليوم حديثنا إن شاء الله رح يكون عن الخدمات الخدمات هي الجزء الثاني أو المكون الثاني للمنتج وإحنا اتفقنا في دراستنا في الفور بيز إنه المنتج عادة بيكون أي شيء يمكن عرضه للبيع وهو أول أجزاء الفور بيز وهو البروداكت و برايس و موشن و بليس فعندما أحكي عن المنتج إما بحكي عن سلعة ملموسة محصوصة مثل الكمبيوتر والهاتف المحمول الطاولة الكرسي أو بحكي عن خدمة مثل التعليم الصحة التأمين النقل التطعيم في الخدمات الصحية إذن اليوم وظيفتي اليوم أني أحكي عن السيرفوس اللي هي الفرع الثاني من فروع المنتج في السابق تحدثنا عن المنتجات وأنواعها ودورة حياتها وكيفية الاستراتيجيات المتبعة في تسويقها اليوم نحن نحكي عن إشي أصعب من المنتج وهو الخدمات كيف يمكن تسويق خدمة وكيف يمكن الحصول على مستوى عالي من الخدمات وضمان تسويق جيد للخدمات مشكلة الخدمات أنها غير محسوسة أو غير ملموسة بمعنى آخر أن السيرفوس قد ترضي شخص وقد لا ترضي شخص آخر فإذا حدث وظهبنا إلى مطعم أو كفاء ستجد أن بعض يجد أنه مناسب جداً والآخر يجده عادي والآخر يجده سيء كل منهم حتى تدخل في الخدمات الشخصية الجانب الشخصي إذن ما هي الخدمة؟ السيرفوس ستانتون عرف الخدمة أنها نشاطات غير محسوسة ما معنى نشاطات؟ هي اكتيفتيز يقوم بها المسوق حتى يشعر الزبون بأهمية الخدمة التي سيوصرها بمعنى آخر إذا حدث وذهبت إلى مطعم الجلوس على الطاولة وطريق ترتيب الطاولات والزوايا البيئية كالمناظر الخضار في المطعم أو الموسيقى المشغلة أو اللبس الذي يتديه السفرجية أو القرصونات كلها لها علاقة بزيادة قابليتك ورضاك عن المنتج إذن هي غير محسوسة يعني فإذا طلبت منك أن تخرج برنامج الإكسل من الحاسوب ستفتح الجهاز ولن تجد إكسل رغم أنك تشاهده على الشاشة الرئيسية هذه المشاهدة هي عبارة عن واجهة البرنامج لكن عمليات تشغيل البرنامج ومعالجته لا يمكن لمسها باليد وتحقق أيضا منفع للزبون أو للمستفيد من هذه الخدمة أما كوتلر وآرمسترونغ وكوتلر نعلم أنه هو أبو التسويق فيعرف على أنها نشاط أو منفع يقدمها طرف لطرف آخر وتكون في الأساس غير ملموسة أو غير المحسوسة سنلاحظ أن هذه خاصية هي أهم خاصية للخدمة أنها غير محسوسة وغير ملموسة ولا يترتب عليها أي ملكية هذه العبارة لا يترتب عليها أي ملكية مهم جدا نفهمها بالخدمة شراءنا لمنتج ملموس هي سلعة كشراء للطاولة أو للقطعة ملابس سأمتلكها وأذهب بها للبيت لكن الأكل في مطعم أو الركوب إلى استخدام الطائرة للسفر هذا لا يعني أن لك الحق الملكية الكرسي أو المقعد لأن هذه المقعد خصصت من أجل تسهيل الخدمة وليست من أجل تملكها الزاوية الخاصة في الخدمة توضح أنها تتميز بخصائص تختلف عن خصائص المنتج السلعي وهو الـ products أو goods إذن الخدمة لها خصائص تختلف عن خصائص السلعة الملموسة المحسوسة التي يمكن تلمسها أول خاصية للخدمات أنها غير محسوسة وغير ملموسة يمكن أن نشعر بها يمكن أن نتعبير عن مستوى الرضاء مثلا راضي غير راضي لديه ملاحظات ولكن لا يمكن أن نمسكها باليد ترتبط الخدمة بمنتج ملموس أو مادي وقد لا ترتبط تقديم الخدمة أحيانا يرافقه منتج مثل السفر بالطيارة الخدمة هي النقل وهي غير محسوسة ولكن النقل يتم أصلا من خلال مقعد الطائرة والطائرة نفسها أو من خلال مقعد السيارة والسيارة نفسها وبالتالي أحيانا تقديم الخدمة يرتبط بمنتجات ملموسة وفي أحيان لا يرتبط بهذه المنتجات لا يمكن تملك الخدمة أو مقدمها فأنا لا أستطيع شراء المطعم الذي أكلت فيه لأنه اندفعت ثمانة وجبة ولا أتملك صاحب المطعم كما أتملك السلعة العادية والعبارة الهامة هنا أن مصطلح السلع يقال عنه باللغة التسويقية السلع تباع والخدمات تعرض تدرك الخدمة بالحواس من خلال المنفعة يمكن بالرائحة للطعام يمكن بالراحة والشعور في السفر والنقل يمكن بالعافية في التطعيمات الصحية يمكن بالأمان بيت بتأمين السيارة والتأمين ضد الحرائق وغيرها من بوليصات التأمين ولكن لا يمكن لمسها باليد تتألف الخدمة من جوهر تدعمه خدمات تكملية ما هو الجوهر؟ كما شرحنا في مثال السلع الملموسة أن هناك خاصية هامة بالمنتج يقوم بشراءه من أجلال فشراء للصابون أصلاً الهدف الأساسي منه هو النظافة فالصابون الذي لا يقوم بوظيفة النظافة هو غالي الصابون وبالتالي لنأذهب للشراء وبالتالي الجوهر الخدمة هي ما صنعت السلعة من أجله وأيضاً هناك خدمات تكملية أو صلعة إضافية لها مثل أن تضع في السلعة صابون ذو رائحة أو لون معين أو عمليات التغليف بشكل جميل وجدد وكذلك الخدمات الخدمات عبتاً تتكون من جوهر وتدعمه خدمات تكملية أخرى نعطي مثال للجامعة الجامعة الهدف الأساسي لوجودها أو جوهر وجودها التعليم ولكن التعليم الوحدة في الجامعة يصعب التعامل معه في بيئة جامعية إلا بوجود مجموعة من الخدمات التكملية مثل الكفتيريات المساحات الخضراء القاعات الواسعة أساليب العرض المتجددة والإلكترونية الرحلات الترفيهية والتعليمية المجالس الطلبة والشعور بالحياة الجامعية كلها خدمات تقدمها الجامعة تدعم دور التعليمي لها كيف تصنف الخدمات؟ تصنفت الخدمات من وجهة نظر المسوق أو وجهة نظر المؤلف في علم التصبيق فهناك مشموعة من التصنيفات التصنيف الأول اعتمد على أساسه على مجموعة من المعايير أهمها الاعتمادية على ماذا تعتمد الخدمة؟ بعض الخدمات تعتمد على معدات مثل خدمة غسيل السيارات آليا تعتمد على الماكنة أو خدمة صرف النقود من الصراف الآلي هي خدمة مثل الحصول على المبلغ من المال أو تحويله إلى عملات أو دفع شكات من خلاله ولكن تحتاج إلى جهاز الـ ATM للحصول عليها وأحيانا هناك خدمات تعتمد على أفراد على أشخاص مثل خدمات التنظيف الأشخاص الذين يأتون إلى البيوت لتنظيف البيوت هؤلاء نعتمد على الشخص نفسه إذا ممكن أعتمد على آلة ممكن أعتمد على فرق من حيث مشاركة الزبون أي وجود المستهلك أو المستفيد أحيانا يجب حضور الزبون ومشاركته لحصول على الخدمة مثل العملية الجراحية فلا يمكن إجراء عملية جراحية بدون حضور المريض وأحيانا هناك خدمات لا تتطلب وجود الزبون مثل تصليح السيارة فليس من الضروري أن يكون صاحب السيارة موجودا أثناء عملية تصليح سيارته من نوع الحاجة هناك حاجات فردية وهناك حاجات جماعية مثلا التعليم حاجات جماعية أما السفر فأحيانا هي حاجات فردية فبعض الأفراد يحب أن ينسافر إلى دولة معينة وهذه ليست حاجة لجميع أفراد المجتمع من حيث أهداف مزودي الخدمة في بعض مزودي الخدمة هدفهم ربحي أي يهدفون إلى تحقيق الربح مثل المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية المستشفيات الخاصة تعطف إلى الربح ومستشفيات غير الخاصة غير ربحية لا تعطف إلى الربح ومن حيث الملكية هناك ملكية خاصة للقطاع الخاص مثل الشركات للقطاع الخاص وهناك ملكية عامة للدولة مثل المدارس الحكومية والمدارس الخاصة هناك تصنيف ثاني أو رأي آخر للمسوقين أو المنظرين في علم التسويق حسب نوع السوق فهل هو نوع السوق زبون أو السوق المستفيد أحياناً يكون المستفيد يحتاج إلى خدمة استهلاكية يستخدمها لاستهلاكه الشخصي تخديم إشباع حاجات شخصية سميت بخدمات شخصية مثل الحلاقة قص الشعر وهناك خدمات أعمال تقدم للشركات لا تكون لأشخاص عاديين مثل تقديم خدمات استشارية استشارات قانونية دراسات جدوى عمليات جرام هذه لا تقدم إلى الأشخاص ولكن تقدم إلى الشركات أو نسميهم الأشخاص الطبيعي المعنويين حسب درجة كثافة وقوة العمل هناك خدمات تعتمد على قوة عمل كثيفة أي أنك بحاجة إلى عدد من العاملين داخل المحل مثل بعض دور الحلاقة الكبيرة وبصالونات التجميل الكبيرة مثل الجامعات في حاجة إلى قوة وقثافة عمل وهناك خدمات تعتمد على مستلزمات ومعدات فقط آلات وماكينات مثل خدمة الاتصالات السلكية والليسلكية فيتعتمد على الجهاز المحمول الذي تعتمد حسب درجة الاتصال بالمستفيد هناك اتصال شخصي عالي جدا مثل الخدمات النفسية والاستشارات النفسية فهناك ضرورة لوجود علاقة شخصية بين الطبيب والمريض هناك خدمات ذات اتصال شخصي منخفض ليس من الضروري أن يكون الشخص موجود فيها كما سبق وأسلفنا تصديح السيارة خدمات ذات اتصال شخصي متوسط أو معتدل مثل السحب من الصراف الآلي هي لحظات وتنتهي العلاقة بين الإنسان والآلة والخدمة التي يحتاجها حسب الخبرة المطلوبة هناك خدمات تحتاج إلى مهارات فنية مثل الطب تحتاج إلى اختصاصي في العظام اختصاصي في الأنفل وزرعون الحنجرة أو اختصاصي في الجراحة التصنيف الثالث يعتمد على اعتبار لخدمة بمثابة عملية يعني مدخلات ومخرجات وموجهة حسب الآتي فهناك خدمات لمعالجة الناس وهناك خدمات معالجة ممتلكات المعالجة الناس تتألف عملياتها من إجراءات ملموسة ولكن توجهها إلى أشخاص طبيعيين فالخدمة تطلب حضوري المستفيد مثل خدمات الطبيب لا يجب وجود المريض عند المعالجة وهناك خدمات تطلب من المستفيد مزود غير ما يقوم بإجرائها بشكل شخصي ولما توجه إلى ممتلكاته مثل الضرائب والجمارك فليس من الضروري أن يكون الشخص موجود عند فرض الضريبة أو دفعها قد يكون دفعها من خلال الأجهزة المحمولة أو من خلال الخدمات الإلكترونية التصنيف الثالث للخدمات الغير ملموسة خدمات المثير العقلي وخدمات معالجة المعلومات يقصد بخدمات المثير العقلي مجموعة من الخدمات المؤلفة من الإجراءات وأعمال لكن توجه إلى عقول المستفيدين وطلب مشاركات ذهنية مثل العملية التعليمية التي نقوم بها الآن عن بعد يجب أن يحضر الطالب ويستمع ويشغل ذهنه وذاكرته لفهم المعلومات مثل التعليم عن البعد وهناك خدمات لمعالجة المعلومات مثل إجراء عمليات غير محسسة للممتلكات المستفيدين مثل إجراءات التقدير والتخمين للممتلكات وهنا هي عملية إجراء معالجات على قيم مالية واعتبارات ورقية أبعاد الخدمة للخدمة بعدين رئيسيين أولاً الجوهر والخدمات التكملية الجوهر وهو الهدف الأساسي من الخدمة فالفندق الهدف الأساسي منهم استراحة المستشفى العلاج الجامعة التعليم صالون الحلاقة قص الشعر هذه خدمات أساسية وبالتالي صالون الحلاقة لا يقوم بقص الشعر ويقوم بخدمات أخرى وفقد الجوهر منه إذن ما هو الجوهر؟ إذن الجوهر يشير إلى الفائدة الأساسية التي يرغب المستفيد بالحصول عليها من الخدمة والخدمات التكملية هي أشياء أخرى ضرورية للحصول على خدمة متكاملة ورقي كلما زادت الخدمات كلما زادت مستوارضة الزبون عن هذه الخدمة شبه لفلك أبعاد الخدمة بزهرة كوردة لها مجموعة من الأوراق كلما زادت أوراق الوردة كلما كانت تضير أكثر وكلما قلت أوراقها كلما ضعفت ووقعت وتمكنت الريح أو الهواء من إسقاط المؤسسات الخدمية الفاعلة والمنظمة بشكل علمي تكون زهرتها متفتحة أوراقها ناظرة ومتعددة أما الخدمات الضعيفة فتكون الزهر الخاصة بها الذابلة وتقع بفعل أي نسمة هواء بسيطة مثال هذا هي زهرة خدمة لفندق الخدمة في الفنادق الجوهر هي الخدمة خدمة الاستراحة وتقديم خدمات الإقامة المؤقتة لمسافرين أو نزلاء الفندق لكن كلما كانت الخدمات التكميلية مميزة كلما كانت رغبة الناس باستهلاكها الخدمة أو حجز الفندق هذا أكبر مثلا خدمات الفندقة النظافة التكييف الحجز خدمات المعلوماتية التعقيم نوعية الطعام الراقي الأمان الاستقبال خدمات الإنترنت كلما كانت تقديم مستوى الخدمة كلما ارتفع مستوى الخندق من ثلاثة إلى أربعة إلى خمسة حتى أصبح في عنا بنادق سبع نجوم إلى هنا يكون لقاءنا قد انتهى حول تقديم الخدمة نتابع إن شاء الله لقاءنا في الحديث في اللقاءات السابقة حول أنواع الخدمات وتقسيماتها شكرا لكم